هذا ودانت وزارة الخارجية بمملكة البحرين بشدة العمل الإرهابي المروع الذي استهدف حشدا من الأبرياء في مدينة نيس بالجمهورية الفرنسية وأعربت الخارجية عن خالص تعزها وصادق مواساتها للجمهورية الفرنسية حكومة وشعبا ولأهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الغاشم الذي يتنافى مع كافة المبادئ الدينية والأخلاقية والإنسانية وتؤكد وزارة الخارجية تضامن مملكة البحرين مع الجمهورية الفرنسية وشعبها الصديق في هذا المصاب الأليم ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات النيئ لازمة لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها مجددة موقف المملكة الراسخ المناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله ومهما كانت دوافعه ومبرراته مؤكلة على ضرورة الإسراع في تطوير آليات التعاون والتنسيق بين دول العالم بما يضمن اتخاذ خطوات أكثر حسما واتباع سياسات الشد فعالية في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة واجتثاثها من جذورها والقضاء على بصادرها ومسبباتها